السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي العزاء طلب الدبلوم الاقتصاد الإداري الفرقة الثانية في مادة الاقتصاد القياسي معكم دكتور عيد رشاد عبدالقادر مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس والمحاضرة الأولى في الاقتصاد القياسي وهنشوف فيها ايه هنبتدي الأول نعرف ايه هو الاقتصاد القياسي او الاكنومتريكس what is echnometrics الاقتصاد القياسي هو فرعة من فروع علم الاقتصاد بيبحث فيه التحليل الكامي للظواهر الاقتصادية مستعينا بتطور النظرية الاقتصادية والطرق الاحصائية والرياضية وهو علم يهتم باختبار النظريات الاقتصادية باستخدام الاساليب الرياضية والاحصائية يبقى الاقتصاد القياسي ايكنومتريكس ترجمة الحرفية لها معناها القياس الاقتصادي القياس الاقتصادي معناه بيهتم باختبار النظريات الاقتصادية في الواقع وبيعبر عنها بأرقام معينة ما هي علاقة الاقتصاد القياسي بالعلوم الاخرى الاقتصاد القياسي هو توليفة مترابطة من النظرية الاقتصادية الاقتصادية والاقتصاد الرياضي والاحصاء الاقتصادي والاحصاء الرياضي فالنظرية الاقتصادية الايكنومتريكس عبارة عن مجموعة فروض غالبا ما تكون وصفية فمثلا في قانون الطلب في النظرية الاقتصادية تقرر النظرية أن هناك علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة من سلعة ما مع افتراض ثبات العوامل الأخرى ولكن لم تمدنا النظرية الاقتصادية بمقياس عددي ليقيس مقدار التغير في الكمية المطلوبة نتيجة تغير السعر بمقدار معين وهذه هي مهمة الاقتصاد القياسي يبقى النظرية هي مجموعة فروض غالبا بتكون وصفية النظرية أقرت أن هناك علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة في قانون الطلب ولكن لم تحدد المقدار الذي يمكن أن تتغير به الكمية عندما يتغير الثمن بمقدار معين طيب الاقتصاد الرياضي أو الماثيماتيكال ايكنوميكس مهمته الأساسية هو التعبير عن النظرية الاقتصادية في صيغة رياضية يبقى الماثيماتيكال فورم يبقى الاقتصاد الرياضي مهمته يعبر عن فروض النظرية أو النظرية الاقتصادية في شكل رياضي ده الاقتصاد الرياضي الإحصال الاقتصادي أو ده بيهتم بجمع وتبويب وعرض البيانات الاقتصادية زي الناتج والأسعار وتضخم والبطالة وغيرها وبيعرضها في صورة جداول وأشكال بيانية أما اختبار النظرية باستخدام هذه البيانات فهي مهمة المختص بالاقتصاد القياسي يبقى الاحصال الاقتصادي بيجمع البيانات ويبقى بها ويعرضها في شكل كداول وأشكال بيانية ولكن لا يختبرها بالنسبة للإحصال الرياضي أو الماثيماتيكا ده بيمدنا بالأدوات المستخدمة في الاقتصاد القياسي زي طرق معالجة البيانات الاقتصادية والتي يجب أن تكون فعلية وليست مولدة من تجارب تحكمية يعني إحصال الرياضي ده بيبحث في طرق معالجة البيانات لو أنا عندي مشاكل في الداتا بإزاي نعالجها بطور مختلفة ده اهتمامات الإحصاء الرياضي ومن ثم بقى يمكن وصف الاقتصاد القياسي بأنه المنطقة المشتركة بين النظرية الاقتصادية والرياضيات والإحصاء كما يعبر عنها الشكل التابعي الشكل ده بيعبر عن علاقة الاقتصاد القياسي بالعلوم الأخرى لو بصينا كده هنلاقي في الدائرة اللي فوق دي ده الاقتصاد أو النظرية الاقتصادية والدائرة اللي على اليمين دي دي الرياضيات والدائرة اللي على اليسار هنا الإحصاء يبقى أنا عندي الاقتصاد والرياضيات والإحصاء المنطقة المشتركة بين الاقتصاد والرياضيات المنطقة دي دي منطقة الاقتصاد الرياضي وهو بيتم التعبير عن النظرية الاقتصادية في صيغة رياضية والمنطقة المشتركة بين الاقتصاد اللي هي المنطقة دي بين الاقتصاد والإحصاء تسمى الإحصاء الاتصادي وهي المسؤولة عن جمع البيانات وتبويبها وعرضها في صورة جداول وأشكال بيانية والمنطقة التالتة المشتركة بين الرياضيات والإحصاء تسمى بالإحصاء الرياضي الإحصاء الرياضي وهو بيهتم بطرق معالجة البيانات المنطقة المشتركة بين الاقتصاد بين الاقتصاديات والرياضيات والإحصاء الجزء دهو الأصفر اللي أنا بأزلله ده المشتركة في التلات دواير دي منطقة الاقتصاد القياسي يبقى الاقتصاد القياسي بيستخدم النظرية الاقتصادية ويعبر عنها في صورة رياضية ثم يختبرها إحصائيا التلات حاجات ده يبقى الاقتصاد الرياضي القياسي هو مزيج أو خليط من التلات علوم الاقتصاد والرياضيات والإحصاء طيب ما هي أهداف الاقتصاد القياسي الاقتصاد القياسي ليه هنا أو أهم أهدافه أربع أهداف أول هدف هو اختبار النظرية الاقتصادية في الواقع العاملي لو أنا عندي نظرية مثلا زي نظرية الطلب بتقول لو السعر يقل الكمية المطلوبة هتزيد بنا فاحنا عايزين نختبر الكلام ده في الواقع العملي صحيح ولا لا فبينجيب بيانات عن الأسعار وبيانات عن الكميات المطلوبة ونشوف ونختبرهم لو طلعت العلاقة عكسية زي ما النظرية بتقول احنا بنعتبر النظرية صحيحة أما إذا كانت النتيجة غير غير ذلك فإنه فإنه يتم رفض النظرية أو النظرية لا تنطبق على الواقع طب الهدف الثاني هو التنبؤ بقيم الزواهر والمتغيرات الاقتصادية لو أنا عايز أرسم سياسة اقتصادية معينة خلال فترة جاية وعازة خطط فبستخدم النماذج القياسية في التنبؤ بقيم الزواهر والمتغيرات الاقتصادية الهدف الثالث من أهداف الاقتصادية القياسي هو اتخاذ القرارات ورسم السياسات الاقتصادية لو عايز أقض قرار معين برفع الدرائب مثلا فلازم أشوف تأثير هذا القرار أو هذه الدرائب أو هذا المتغير على بقية المتغيرات الاقتصادية اقتراح بعض النظريات الاقتصادية الحديثة يبقى الاقتصاد القياسي أيضا بيقترح بعض النظريات الاقتصادية الحديثة إذا اختبر النظرية ولم يجدها منطلقة على الواقع فقد يتم تطوير هذه النظرية بتطوير فروضها مثلا حتى تتمشى مع الواقع المنهجية في الاقتصاد القياسي يعني ايه الميثيدولوجي اوف اكينومتريكس المنهجية يعني لو انا عايز ابني نموذج قياسي ما هي الخطوات التي اتبعها حتى يتم بناء النموذج القياسي المنهجية دي بتقوم على المنهجية الكلاسيكية المنهجية الكلاسيكية فيه 8 خطوات لبناء النموذج القياسي اول خطوة هي توضيح الجانب النظري او الفروض يبقى اول حاجة بنحطها بنعمل يعني بنشوف النظرية اللي اقتصادية بتقول ايه الاول اتنين تحديد النموذج الرياضي المتوافق مع الجانب النظري خلاص لحددنا النظرية بتقول ايه هنصيغ النظرية دي او نعبر عنها في صورة رياضية يبقى هنعمل الخطوة التالتة هنعمل تحديد النموذج الاحصائي او الاقتصاد القياسي اللي احنا خلاص خطوة رقم اتنين بقى عندنا نموذج رياضي هنحوله لنموذج قياسي باضافة بقى المتغير العشوائي او الخطأ العشوائي يبقى بنعمل هنا الخطوة الرابعة بنجيب الداتا الحصول على البيانات المطلوبة او بنجيب البيانات عن المتغيرات اللي احنا عايزين ندرسها ونشوف علاقتها ببعضها ايه الخطوة الخامسة من البيانات دي بعد ما جبنا البيانات هنقدر معلومات النموذج القياسي يبقى هنعمل الخطوة الستة بعد ما قدرنا معلومات النموذج بقى عندنا النموذج هنعمل حاجة اسمها اختبارات الفروض او هيبوثيثيز تستينج اختبارات الفروض ده النموذج اللي طالع عندنا لا يمكن استخدامه في التنبؤ الا بعد ان يكتاز نوعين من الاختبارات وهي او هما الاختبارات الاحصائية والاختبارات القياسية الخطوة السابعة هي التنبؤ اذا تم اختبار النموذج وتبين انه جوهري فانه يمكن استخدام هذا النموذج في التنبؤ يبقى forecasting or prediction الخطوة التامنة والاخيرة هي استخدام النموذج في المراقبة او تحديد تأثير السياسة بقى عند نموذج بتنبأ بهذا النموذج يمكن استخدامه في تحديد تأثير السياسات على بعض المتغيرات الابتصادية طيب هناخد مثال عملي لتطبيق خطوات بناء النموذج القياسي بالتطبيق على دلة الاستهلاك الكنزية عشان نفهم التمن خطوات لبناء السابقة اللي احنا لسه ايلنهم على كيفية بناء نموذج قياسي هنتبق على دلة هنتبق التمن خطوات دول على دلة الاستهلاك الكنزية اول حاجة او اول خطوة من الخطوات الثماني لبناء النموذج القياسي هي توضيح الجانب النظري طيب في دلة الاستهلاك هنا النظرية بتقول ايه تقرر النظرية الاقتصادية اللي هي نظرية كنز أن الأفراد يميلون إلى زيادة استهلاكهم عند زيادة الدخل بحيث لا تزيد زيادة الاستهلاك عن زيادة الدخل يبقى كنز يرى أن الأفراد يزيدون استهلاكهم مع زيادة الدخل إذن هناك علاقة طردية بين الدخل والاستهلاك ولكن زيادة الاستهلاك لا تزيد عن زيادة الدخل ومن ثم فقد افترض كنز أن الميل الحدي للاستهلاك اللي هو بيعبر عن مقدار الزيادة في الاستهلاك نتيجة زيادة الدخل بوحدة واحدة أكبر من الصفر وأقل من الواحد الصحيح يبقى النظرية الاقتصادية قالت لأن فيها علاقة طردية وأن الميل الحدي للاستهلاك ده هيبقى أكبر من الصفر ويقل من الواحد الصحيح النظرية الخطوة دقم اثنين هي تحديد النموذج الرياضي للاستهلاك طيب هنعبر عن دلة الاستهلاك رياضيا إزاي كنز قال أن العلاقة بين الدخل والاستهلاك علاقة طردية ولكنه لم يحدد الصياغة الرياضية الدقيقة للعلاقة بين الدخل والاستهلاك ما شكلها رياضي عامل إزاي ومن ثم فمهمة المختص بالاقتصاد القياسي هو التعبير أو الصياغة الرياضية لدلة الاستهلاك ممكن المختص بالاقتصاد القياسي يقترح هذه العلاقة يقترح يرى أن الاستهلاك هنا Y دي الاستهلاك بيساوي بيتا 1 بلس بيتا 2X بيتا 1 اللي هو السابت دالة الاستهلاك ده السابت بتاع دالة الاستهلاك أو الانترثبت وبيتا 2 ده ميل دالة الاستهلاك اللي هو الميل الحدي للاستهلاك NBC وX ده المتغير المستقل اللي هو الدخل يبقى ده المتغير ده الدخل وده الاستهلاك اللي هو تابع ليه وده الانترثبت وده الميل وفيه قيد هنا اللي حطه كنز على المعلامة اللي هي بيتا 2 اللي هي الميل الحدي للاستهلاك قال إن هي أكبر من الزيرو وأقل من الواحد اللي هو ده اسمه الميل الحدي للاستهلاك طيب نشوف يبقى احنا عرفنا Y هنا ده الانفاق الاستهلاكي وX اللي هو الدخل والبيتا 1 وبيتا 2 ده معلومات ده اللي تلاستهلاك طيب هنشوف النموذج ده الشكل التعبير البياني عن النموذج لو حطينا هنا الانكم اللي هو المتغير المستقل اللي هنا الدخل X على المحور الأفقي وهنا Y اللي هي تمثل الكونسومشن اللي هي الاستهلاك على المحور الرأسي والخط اللي هو ده البلون الموف ده 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 دلت الاستهلاك طيب الخط ده مش بادئ من الزيرو مش بادئ من الزيرو بادئ من رقم معين في حد أدنى يبقى المسافة دي المسافة دي اللي هي دي كده دي بتا 1 اللي هي الانترسبت أو الثابت بتاعة الدلت وهو مقدار الاستهلاك عندما يكون الدخل زيرو يبقى لو أنا دخل زيرو ما فيش دخل في حد أدنى من الاستهلاك هي المسافة اللي بالله أحمر دي دي بتا 1 طيب بتا 2 الميل بقى عبارة عن هو التغير في الاستهلاك مقصوم على التغير في الدخل التغير في الاستهلاك اللي هو البعد ده البعد الرأسي اللي هو هيبقى بتا 2 لما يتغير لما يتغير الدخل بوحدة واحدة فالمسافة دي اللي باللون الأخضر دي هنا باللون الأزرق دي هنا دي كده مسافة دي ات مسافة ايه؟ مسافتها واحد هنا واحد يبقى لما يتغير هنا الدخل بوحدة واحدة الاستهلاك هيتغير ببيتا 2 يبقى ده الميل اللي هو ده بيسوي الام بي سي اللي هي المارجنال اللي هي الميل الحدي للاستهلاك يبقى فهمنا دلوقتي ان بيتا وان هي الجزء ده على الشكل البياني والنبيتا تو اللي هي المدل لحد الاستهلاك بيساوي التغير في الاستهلاك على التغير في الدخل وده اللي بنسميه ده لت الاستهلاك طيب بعد كده الخطوة اللي بعد كده هي تحديد النموذج القياسي للاستهلاك بعد ما حددنا النموذج الرياضي هنشوفه بقى نحوله لنموذج قياسي يبقى نركز كده يفترض النموذج الرياضي لدلة الاستهلاك اللي احنا قلناها العلاقة الصحيحة exact or deterministic يبقى النموذج الرياضي بشكله كده بيفترض ان العلاقة بين الدخل والاستهلاك علاقة exact or deterministic لشانشوف يعني ايه يعني كل مقابل كل قيمة واحدة للدخل يقابلها قيمة واحدة للاستهلاك ولكن العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية بصفة عامة تكون غير يقينية non deterministic يعني ايه العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية مش محددة بدقة قيدة لانه بيكون فيها جزء عشوائي في النموذج هذا الجزء العشوائي او السلوك العشوائي بنسميه disturbance or error او الخطأ وهو متغير عشوائي بنسميه random variable لان الظواهر الاقتصادية بيبقى فيها تقطع او تتسم بالعشوائية لانها تصف السلوك الانساني والسلوك الانساني يصعب التحكم فيه ويصعب التنبؤ به لانه هو random يبقى ده random variables يعني ايه له خصائص المتغير ده او ال error ده random variables متغير احتمالي له خصائص احتمالية يعني يأخذ قيم مختلفة باحتمالات مختلفة يعني صاحب تحدد قيمة معينة دقيقة لي الرمز ده او المتغير ده هنسميه اليو هنسميه يو يبقى يو ده الخطأ العشوائي طيب تبدأ بيمثل ايه خطأ العشو بيعبر عني بيعبر عن جميع المتغيرات الاخرى التي تؤثر في الاستهلاك بخلاف الدخل يعني احنا هنا في النموذج الرياضي بتاعنا مفترضين ان الدخل هو فقط الذي يحدد الاستهلاك لكن هذا الاستهلاك يتحدد بعوامل اخرى غير الدخل زي اسعار السلع ازواق المستهلكين حاجة تانية لكن احنا في النموذج الرياضي التحكمي ده افترضنا بس ان الدخل هو اللي بيأثر على الاستهلاك تابع العوامل التانية اللي بتأثر ومش محطوطة في النموذج بنحطها في اليرور ده في اليو ده بنعبر عنها في اليو او الخطأ ده لو احنا اضفنا هذا الخطأ او الديستيربنس او اليرور للنموذج الرياضي يتحول النموذج الرياضي الى النموذج القياسي التاني يبقى النموذج القياسي عندنا هيبقى يبقى هنا ضيفنا اليو الى النموذج ده الى النموذج الرياضي فواصبح النموذج اللي ادامي ده نموذج قياسي لانه يتضمن حد الخطأ العشوائي طب الخطوة اللي بعد كده بعد نضيف الحد الخطأ العشوائي هجمع الداتا هجيب داتا عن ماء مين عن المتغيرين بتوعي عندي اللي هما هنا الـ X والـ Y Y هي الاستهلاك والـ X هي الدخل يبقى الحصول على الداتا هنا للمتغيرين دول خلال فترة معينة طب الخطوة اللي بعد كده هعمل بقى تقدير نموذج الاقتصاد القياسي هعمل استميشا هنا للبرامترز بتاع النموذج اللي هي هنا بيتا ون وبيتا تو طيب ازاي هقدر المعلامات بتاع النموذج هقدرهم هنا باستخدام الأسليب الإحصائية يبقى هنا تدخل بقى الإحصاء شان تقدر لي المعلامات اللي هي بيتا ون وبيتا تو طيب فيه طرق كتيرة للتأدير أشهرهم من فيه تلات طرق طريقة المربعات الصغرى وطريقة الإمكان الأعظم وطريقة العزوم ولكن الطريقة الأكثر استخداما فيه نمازج الاقتصاد القياسي هي طريقة الولاس وهي اختصار للأوردينالي لست سكوير أو طريقة المربعات الصغرى العادية وبقى هلتكلم عنها في معادرات لاحقة الخطوة السادسة بعد مؤدرة المعلامات البرامترز بيتا ون بيتا تو هعمل اختبارات للفروض اختبارات الفروض أو الهايبوثيس تيستنج هنا النموذج اللي طلع دوت القياسي اللي أنا أقدرته دوت مش هينفع استخدمه في التنبؤ إلا لما عديه على نوعين من الاختبارات فيه اختبارات إحصائية ذي اختبار تي واختبار إف واختبارات قياسية زي اختبار الأوتو كوريليشن أو الهيترو سكيداستاسيتي دولوا عين من الاختبارات اسمها اختبارات قياسية يبقى لازم النموذج القياسي اللي هيطلع اختبره إحصائيا واختبره قياسيا وإذا اجتاز النموذج القياسي هذين الاختبارين أو الاختبارات الإحصائية والقياسية فإننا نكون لدينا نموذج قياسي صالح للتنبؤ ومن ثم هندخل بقى على الخطوة السبعة اللي هي التنبؤ يبقى الخطوة السبعة هي التنبؤ خلاص بقى أتنبأ بحفتالة قيمة معينة المتغير المستقل وبعدين أتنبأ بقى بقيمة المتغير التابعة الخطوة التمنى استخدام النموذج في المراقبة أو تحديد تأثير السياسة يعني إيه الحتة الأخيرة دي يعني الحكومة مثلا لو عايزة تعرف تأثير زيادة الضرائب بعشرة في المية هيأثر إزاي على بقية المتغيرات هعرفها منين لو أنا عايزة أخطط لو أنا عندي نموذج يقيس علاقة الضرائب ببقية المتغيرات الاقتصادية الأخرى فالحكومة أنا تقدر تقول والله أنا أزود الضرائب بنسبة معينة فده يقلل الدخل بكذا فيقلل السلاك بكذا أو لو أنا عايز مثلا معدل نمو اقتصادي مثلا ستة في المية مثلا استناد في مصر فأنا هشوف إيه محددات النمو في مصر وأعملها نموذج قياسي وبالتالي هقول لو أنا عايز معدل نمو مثلا ستة في المية يبقى أنا عايز استثمار قد كده يبقى أنا عايز الدخل قد كده وهكذا هنتكلم بقى رادي كده كده خلاص التمان خطوات لبناء النموذج هتكلم عن فروع الابتصاد القياسي فيه فرعاين للابتصاد القياسي عندي الابتصاد القياسي النظري اللي هي theoretical econometrics والابتصاد القياسي التطبيقي الapplied econometrics يبقى أنا عندي نوعين من الابتصاد القياسي نظري وتطبيقي theoretical والapplied اللي اتنين دول وكل فئة منهم بينقسم لحكتين classical techniques وبيجين أو بيجين أو بيزين تكنيكس يبقى الاكنوماتريكس عندي هنا بينقسم لtheoretical نظري وابلايت تطبيقي والtheoretical بينقسم لclassical وبيزين والابلايت برضو بينقسم لclassical وبيزين طيب ايه الclassical بقى الاقتصاد القياسي النظري ده بيهتم بيه بقى بالطرق المناسبة لقياس العلاقات الاقتصادية من خلال نمازج الاقتصاد القياسي وده بيتركز فيه على الاحصى الرياضي يعني اخصاد قياسي نظري يعني مثلا أنا عايز أقدر أعمل تأدير للمعلومات بتاع النموذج فأشهر طرق التأدير هو الols الols دي بتفترض فروض معينة في الداتا طيب الفروض دي لها مش موجودة في الداتا ايه تأثيرها وعالجها ازاي وعالج مشكلة البناء يبقى القصص دي كلها بيتناولها الاقتصاد القياسي النظري ازاي علج الداتا ازاي طلع يعني بالآخر كده ازاي ابني نموذة قياسي اقرب للواقع يصلح للتنبؤ القصة دي قصة مين الاقتصاد القياسي النظري اما الاقتصاد القياسي التطبيئي فبيستخدم ادوات الاقتصاد القياسي النظري ثيوريتيكل عشان يعمل تقدير متغيرات معينة في الواقع يعني لو انا عايز اعمل دل اقدر دلت الاستخدام لك في مصر فده تصبح قصة تطبيقية اعمل تقدير دلت الاستخدام تقدير الطلب تقدير مش عارف ايه يبقى ده الجنب التطبيقي للإقتصاد القياسي بقلنا بقى آخر حاجة في المحاضرة دي أنواع البيانات في الإقتصاد القياسي أنا بأخذ البيانات دي وطلع منها نموذج أو أقدر بيها المعلومات طيب البيانات دي بتنقسم إلى ثلاث أنواع شكل الداتا عمل إزاي في حاجة عن اسمها بيانات السلاسل الزمنية أو Time Series Data Time Series Data دي بتاخد إيه؟ بتاخد مجموعة من قيم المشاهدات لمتغير معين مأخوزة في فترات زمنية متتالية يعني بتاخد معين أو مجموعة متغيرات في متغير معين واحد مثلا أو كذا متغير بس خلال فترات زمنية متتالية الفترات دي ممكن تكون يومية، أسبوعية، شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية وهكذا طيب زي ما هاشوف مثلا الجي دي بي بتعمص الغلقة بين الجي دي بي والاستثمار في مصر خلال الفترة من الف تسعمائة وستين لالفين وعشرين يبقى أنا وأخد متغير أهو متغير أو كذا متغير آآ متغير بس واخده في كذا فترة فترات زمنية متتالية هل تسمى سلسلة زمنية يبقى المثال بتاعنا ممكن أخذ النتج الإجمالي، النتج المحل الإجمالي مثلا لدولة معينة خلال عشرين سنة مثلا طيب في نوع تاني من البيانات اسمه القطع العرضي أو الكروس سيكشن داتا الكروس سيكشن أو بيانات القطع المستعرض أو القطع العرضي ده أنك بتاخد بيانات المتغيرة أو أكتر بس في نفس النقطة الزمنية يعني إيه؟ يعني مثلا السنة دي سنة الفين وعشرين هشوف الناتج بتاع عشرين دولة السنة دي يبقى هي نقطة زمنية واحدة السنة دي بس واخد لها إيه؟ عدد مثلا هاردز السكان أو الناتج المحل الإجمالي لمدة دولة بس في نقطة زمنية واحدة النوع الثالث من الداتا اسمها البيانات المزدوجة أو الإطارية البيانات المزدوجة ديها بيسموها البانيل داتا ديها هي مزيج من الاتنين مزيج من البيانات السلسلة الزمنية وبيانات القطع العرضي إنت مثلا لو عايز تاخد الجي دي بي لعشرين دولة خلال عشرين سنة فانتوااخد كذا متغير عشرين دولة هو وخلال عشرين سنة يبقى ده مزيج من time series and cross sectional data يبقى كده دي المحاضرة كده يبقى انتهينا من المحاضرة الاولى في الاقتصاد القياسي وانتظرونا ان شاء الله في مزيد من المحاضرات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته